موسيقى احنا جينا كنحتجو فهذا اليوم تاريخي عندنا برنامج نضالي يعني استرناه وحنا كنشتغل عليه وقلنا أننا كنحتجو على واحد الواقع مزري لكي يعيش المساعد الإداري منذ أن كان في صفة الكاتب السابق أو الكاتب الإداري سابقا وكانت ترقية مجموعة الفئة رجال التعليم إلا هذا الكاتب الإداري الذي تم إقباره وتم صراحة تهميشه وإقصائه من كل الترقية نطالب أولا بالإنصاف عبر أولا إدماج في النظام الأساسي كذلك انطلاقا من سلم سعود باعتباره مراعة الأقدمية بأثار رجعي لهناك من الناس متقعدين للدو الغالي ونفيس ودحو أفنو زارة شبابهم في هذه الفئة ومع ذلك لم يتم الالتفات إليهم فبالتالي نقول لحكومة كفا لا لتميش لا لإقصاء وجميعا من أجل لا للحقرة وجميعا من أجل معركة الكرامة والإنصاف نحن في الوقفة هذه نطلبه حبيا من الوزير سيد بن موسى أنه يلتفت لنا ويعرف بأن المطالب دينا سلم ستارة ما بقي تيجلس فيه تشي واحد مع العلم أن فينا حملت شواهيد مجازين ماستر الدكتورة في الفئة هذه يعني أن المطالب دينا وهو على الأقل على الأقل تكون سلم سعود لأن المخير فينا ستجد التقعود وأطر رجعي وإنصاف حملت شواهيد لإنصاف حملت شواهيد لإنصاف حملت شواهيد لأنهم لا يتعودون عليها يعني خصنا أطر مادي ومعناوي نحن اليوم في وقفة وفي إضراب وندخلوا في اعتصام كانت مننا وكانت مننا وإن شاء الله هذا النظام الأساسي اللي جاء هو اللي كانت رجعوا فيه أننا تحلنا المشاكل ديالنا الإضافة اللي نزيدها للإخوة والأخوات بأن هذه الفئة كانت تعاني منذ عهد الريقانا الريقانا اللي هو الدكتيلو اللي الجميع توظف في هذه المهام بالدكتيلو والأمور التطورات واللي ننخدمه بالتكنولوجيا الحديثة ولأن المهام تزادت والإطار بقى هو هو اللي المساعد الإداري حالي هو الكاتب سابقا نهارا اللي تعاقبت عليها بعض الحكومات وغيرت الإطار من كاتب اللي مساعد إداري كان أحد السلالي من الدنيا منتما انطلقت الظلم والحيف لهذه الفئة فأصبحت ضحية لنظام جوج 10-457 بـ 2010 وضحية نظام 2014 جوج 10-456 وللأسف الشديد أن هذه الفئة تخدم وكتعطي من وقتها في جميع دولة الإدارة التربوية لا في الوزارة لا في المركزية لا في المؤسسات التعليمية وكتخدم بجد وإخلاص وبتفاني ولأن الأجر هزيل هزيل جدا لا يراعي تطلبات الحياة فنرجو من السيد الوزير ومن السادة الكتاب العام والنقابات يعني التفولي هذه الفئة والتسعيد 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 وهذا صوت القواعد ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر